السلام عليكم نكمل إياكم محاضرات الصناعة وصلنا محاضرة التاسعة ليها الماونتنج شو نخطي بالماونتنج يعني شو نثبت الكاست بالأرتوكليتر أسين نبدأ نقرأ شوية محاضرة قصيرة يعني ويا الأرتوكليتر هي جزء قصير نعم بس نحن فصلنا هن على مد مجلسة في باصة البيانات طويل قبل أكو شغلات نحضرهم بالأرتوكليتر لازم قولك البربرائشن على الارتوكليتر مين فاليو تاي اللي هو كلاس 2 اللي هو نفس مالتكم اللي وزعوا لكمها بالكلية سموه المين فاليو أرتوكليتر شود بي كلين فرم ذا اني المنت بريفيس بلاستر يعني هذا الارتوكليتر أخاف مثلا مش تغضين في العام أمطيكم إياه المفروض يتنظف كله ما بي قطع بلاستر قديمة مالغير واحد مثلا صاب بغيركم والإنسائز البن شود بي فلش ليبل وذي تب أبر ممبر وذي أكتوكليتر شوني يقصد احنا أخذنا مكوناتها هاي هذاني الإنسائز البن الإنسائز البلايت هذا ناني يقرأ صفر يعني مسجل صفر هناني من انطخة ومن فوق هنا همينة ثابت اللي يسلموه لكم إياه هذا هاذا الإنسائز البن هاي منانا طاخ ومنها هاذا الشي اسمه السكر ومضبوب على هاي الماونتينك تايبول سيكون بي برابرلي فكستو ارتوكليتر الماونتك تايبول هاذا هاي البيضة الجوة ثبتها قولك بالأرتوكليتر أو هاي هنا هاي نثبتها بالأرتوكليتر مو تتحرك لأنه نحن نثبتها على هاي الماونتك تايبول يعني كاست راح نحط له نثبتها بهاي فإذا هاي تتحرك يعني شنو فايدة راح تتغير كل القياسة زين في قدك المكزيلر الموادلة اللي هو شنو المكزيلر الموادلة اللي راح نثبتها يعني الكاست اللي عدنا اللي شنو بي بي ريكورد بيس اكلوز الرم لننسى بيها هاي الاكلوز الرم must be secure to cast accurately by wax يعني شنو صحير صحير سلاح اكس ورا يمكن الساعة شوفو هنا هاي هذا الور هذا الابر واللور اكو فراغ بين الكاست يعني ساعة قلبه للكاست راح توقع هاي اللي اكلوز الرم وياها ال base plate فإحنا شون ريدي نسوي نثبت هاي وياها فقطرات بس نقطر هنانا من الشم من الواكس بيناتن على مودة نثبتها ايشي شون هاي نقطر بس يشف الشي بسيط نقطر على مودة نلحم هن ثنيناتن حتى يصر نقطع واحدة ماياثر بعدين على شغلنا هذا شنو الماونتر يقولك is mounted first عن طريق الفيسبوه مثلا عن طريق قوة القياسات اللي ما اخذه المثل من عنده يعني طرق تثبيت هاي شون نقل العلاقة بس شون نثبته السراحة نشرح الشلو طبعا ثبته هاده هنانا preparation of the caste I'm going to take the upper caste could I determine the midline of the caste according to midline of the هاي هاي midline نحدده مالك upper caste اللي هو سا مننا انا صاير هاي هاده ال upper caste نحدد المدلين مالته هاده ال upper caste هاده اللي عم نحط عليه خاط على هاده ال upper هاته ما نيد نثبتها بال articulator هاي شون نثبتها عادي يعني كون المدلين مالته الكاست متناسق وي المدلين مالته ال articulator يعني يجي بالضبط يصير واشح ناخذه من المدلين مالته يقول لك with laboratory knife هاي شو نسوي نسوي نسموه V shape ثلاثة اربعة V shape هاي 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 ثلاثة اربعة V shape هاي شون يصير عمق مالته يعني العمق مالته تقريبا ربع يعني فالسنتيم يعني نص 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 سنتيم يعني نص انج ديب ربع وهذا شنو فايدتها نحط عليه شنو هسا هذا السيرفس هذا السطح كله مال واكس مال ستون نحط عليه فازالين او سبريتيك ميديا حتى من نحط الشسمي نحط بلاستر ما يصير كل قطعة واحدة وين كسر اذا ردنا نسوي اعادة الى وها شون فايدتين على مدسل ريتينشن يقوم يتجلب اكثر الكاست ما ينضل مثل سطح سموث ويفلت نحط له بلاستر نحط له بلاستر سراح نشوف اشلون هاي يقول لك بلاستر بلاستر اذا كان سمكة كلش عالي بعد ما يكفي نحطه هنانا يعني سبري ها هاي حسن ما نحطي هنا او كفة سبيس نقدر نحط به البلاستر بين الارتوكوليتر وبين الكاست مو هذا سبيس نقدر بنحط البلاستر حتى يلزم فاذا كان كلش عالي ما رح يكفي نحط البلاستر فشنسوي نسوي ترم يعني نبرد يعني نشيل من هذا الستون نشيل ننزل ارتفاعه حتى يكفي نحط البلاستر حسن انا نكفي نحط البلاستر نقدر نحط البلاستر ونقفل عليه يعني شون صاريت زين وراح شو قولك بلاستر is mixed يعني تكوريكت ووتر باودر راشيو بلاستر هو نفس هذا البورق يعني طبعا فتخبط البورق وتحطها واخر نقطة ها من فتخبط البورق خطوة كلش مهمة كلش مهمة هاي التوعب بالشغل لازم تنتبوه لهذا هاي راح الشغل كله يمشي عليها غلط ما راح نسوي البلاستر وحطه هنا هنا من نريد ان يعني هاسه ثابت هذا من نريد ان نزل الارتوكليتر هذا القطع اللي ورا ذيكها من نريد ان نزلها عليا من ننزلها ضروري انه هاي طاخة هنا البن البن طاخ بالبليت يعني كلش تنتبوه له يعني كل خطوة تنتقلون له هاي لازم تنتبوه انه سويته الابر هاي لازم طاخة تسوون الابر هاي لازم طاخة وراح سوي smoothness يعني الهذا المكان هذا هذا البلاستر عمو شكله حلو مرتب يعني ستشوفوا شفتوا مثلا هاي شون يعني هاي شكله شوف هذا مثلا يعني وان فشتي مرتب يسوي طبعا راح تشتغلوا هذا كله زين الماونتنج زالاور كاست سنترق ريليشن استيكر اخدنا احنا سنترق ريليشن فنجبس نقعده ويالابر يعني بعد ضابطيها نثبت الكاست يعني هو نفس هذا النقطة ثاني شي يقول له كمه لازم الكلوزر هذا لازم نثبته ويواكس ويالكاست سيال هذا اللي قلنا عليه نقطر بحيث نثبت ال بايس بلايت واللي بيها الكلوزر ريم واني نثبته نثبته ويالكاست حتى ما تتحرك وطبعا هي الابر واللور مثبتاتها منها يعني الابر واللور اللي هي هاي هذاني الابر واللور هم ثابتات محط واكس مثلا شو شان هذا خط منا خط منا هم ثابتات في الواكس أو في الشي النقطة الثالثة الشي يقول لك الابر واللور كاس لازم من جهة البوستيرير ما كفد انترفيرانس ما طاخ هاي مرات بالصب بالصب هاي البوردر اللي من نهاية ورد ثيرد مولار ورد سكون المولار هاي المنطقة الهنا الاخر شي يعني رتما مولار تصعد كل شهوية صير مرات فيتعارضا يعني الابر واللور منتدون قعدوهن يطخ واحدة باللخ فلا يقعد عدد فلازم تتوخروها لزايد يعني رح تغير القياسات عددكم فلازم همينة تنتبوهن كشغل عملي يعني همينة تخبط البلاستر وتحطه وشوف اهم شي طاخ بالبن من جوه زي هاي سوكلك افتر ستنك اف البلاستر يعني ورا ما تصلب البلاستر ماونتو شو تبيتشك يعني ورا ما كملنا هسه كله يعني صار عندي هيتشي هيتشي صار عندي ثبتناهن ثنين وثنين وثنين على حسب الأصود كشغل اللا تلازم نتأكد منين قبل من انتقلوا الخطوة للخطوة اللي نحن المفروض سؤوناها يعني بس نتأكد بعد أكثر المدلين ما الكاست ما لأبر نفسه ميدلين ما الكاست ما لأبر نفسه ويه المدلين ما لأرتيكوليتر الارتيكوليتر مو بيعودة هاي بالنص فلازم همينة صاروا ويه المدلين هاي هذا الخط فلازم وياها يعني من البعر من قدام نلقاه صار يعني المدلين صار سوه مدلين كله قاعد باشنو الـ centralization of the upper cast with upper member of the articulator هذي قلنا احنا بعد مو سنترنا الـ upper ويا الـ lower يجع ويا الـ upper ويا الـ upper يقعد الصيزر بين همشي لازم طاخة بالـ الصيزر بليت باستير إلي باب بيها مثلا في الـ contact ويا الـ cast تاتل فوق نعلي يعني ماك في الـ upper والـ lower طير بيها منطقة contact بحيث منع الـ occlusion لازم بعيدة عنها out of the occlusion الـ error اللي صير بالـ mounting شنو إما يعني ما ثابت زيان ما سوى نالها السيل يعني هذي الخطوة مالة الـ wax ما صارت عندنا ما ثبتناها زيان فتفلت أو interference بوستيريار قلنا يصير interference يعني هذي الـ wax الـ stone صاعد زايد مننا ومننا من جهة البوستيريار فيطخن ما يمينة إرار الصير يعني يتعاجن هنا بعضين تعاجن خلال الـ process بس أهم سيوا بالصناعة ما ننتقل لخطوة ثانية إذا ما نضبطيني الخطوة القبلها لأن خطوة على خطوة أي غلط تغلط الوراء راح يمش على هذا القاطع والوراء بعد وإيجي كله حتى لو تشتغل خطوة الوراء صح 100% بس راح تشتغل صح 100% على قاعدة خطأ إيجي الآن سايزر بن برابوليا ثابت من فوق الآن سايزر بن هذا النص اللي يجي هذا الآن سايزر بن هذا الآن سايزر بن هذا الذهبي حتى هذا مين فوق مثبت منها يقول لك شنو ما ثابتة العلاقة لايف مثلا يعني صفح جاي الموفمت أوف ذا كاست ديوريق ماونتنج أكيد يعني دا صبوة دا ثبتها يعني بالارتوكوليتر وتحرك شوية يعني اختاص الأبر واللور ما ثابتات مو واحدة جاي ويا اللخة دايميشنال تشيج بالبلاستر هو البورك أصلا نصر بي دايميشنال تشيج بس قليل يعني ممكن يجلاك التأثير الفيسبو ما نقلت الفيسبو بشكل صحيح لالارتوكوليتر المهم يعني هاي هاي المحاضرة شوف بدأكو صورة هاي هاي وراها نجي نثبت اللور طبعا شنو ما شصال زل هاي محاضرة قصيرة هي وسهلة إن شاء الله خلصة المحاضرة أتمناكم التوفيق إن شاء الله يوم التاريخ أربعة ثلاثة 2020 دعا جد يوم التاريخ يوم أربعة أربعة عالف عشرين